بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالدرس الأول بعنوان الأرض دوران ونتائج طبعا في هذا الدرس سوف نتحدث كيف يحدث الليل والنهار كيف يختلف طول الليل عن طول النهار وكيف تحدث الفصول الأربع طبعا كوكب الأرض هو كوكب من كواكب المجموعة الشمسية وهي تدور حول نفسها وحول الشمس بما يحدث الليل والنهار والفصول الأربع للأرض دورتان دورة حول محورها ودورة حول الشمس سوف نتحدث الآن كيف تتم هذه الدورات أولا دورة الأرض حول الشمس تدور الأرض حول الشمس في مدار إهليجة في مدة تبلغ 365 يوما وربع اليوم والاتفادي ربع اليوم خلال العام يضاف يوم واحد إلى شهر شباط مرة كل أربعة سنوات فيصبح 29 يوما بدل من 28 يوما طبعا الدورة الثانية هي دورة الأرض حول محورها تدور الأرض حول خطوة ما يسمى محور الدوران وذلك باتجاه معاكس العقارب الساعة مرة كل 24 ساعة أي مرة كل يوم وثبت أن محور الدوران ليس بوضع عمودي بليميل عنه بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة الآن ما هي نتائج دوران الأرض أولا حدوث الليل والنهار تضيء الشمس الناحية المواجهة لها مناء الأرض بينما تقع الناحية الأخرى منها في الظل فيكون نهار في وجه والليل في وجه آخر وهكذا يتعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول محورها أي يتم تعاقب الليل والنهار خلال اليوم الواحد طبعا هلأ سوف نتحدث عن أسر ميلان أشعة الشمس بما أن الأرض تدور حول محور مائل فتتفاوت ميل أشعة الشمس على سطح الكرة الأرضية وذلك مثل ما تحدثنا نتيجة طبيعة دوران الأرض حول الشمس وثبات ميل محورها مما يؤدي إلى تفاوت المساحة المضاءة من الأرض وتغير درجة الحرارة طبعا يتغير طول الليل والنهار والفصول الأربعة في اليوم الواحد الأربعة وعشرون ساعة قسم منها نهار والقسم الآخر ليل يختلف طول الليل عن طول النهار في معظم أيام السنة ويعود السبب في ذلك أولا إلى ميل محور الأرض وثانيا إلى دوران الأرض حول الشمس طبعا كما سوف نوضح بالشكل طبعا يبدأ فصل الشتاء في يوم واحد وعشرين كانون الأول وينتهي في عشرين آذار وهذا يدعى بالانقلاب الشتوي كما يبدأ فصل الربيع في واحد وعشرين آذار وينتهي في عشرين حزيران ويسمى هذا بالاعتدال الربيع أي فصل بداية فصل الربيع بينما يبدأ فصل الصيف في واحد وعشرين حزيران وينتهي في اتنين وعشرين أيلول وهذا يدعى الانقلاب الصيفي بينما يبدأ فصل خريف في سلس والعشرون من أيلول وينتهي في عشرين كانون الأول طبعا هذا يدعى بالاعتدال الخريفي طبعا الحركة الظاهرية للشمس تبدو لنا أن الشمس تعبر سماء كل يوم فتشرق عند الصباح وتغيب عند المساء وهذا ما يسمى بالحركة الظاهرية للشمس ويعود السبب في ذلك إلى دوران الأرض فهي تبدو أنها هي التي تتحرك وليس الأرض ولكن في الحقيقة السبب في ذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها خلال 24 ساعة في اليوم طبعا تتغير ارتفاع الشمس خلال من مغيبها إلى شروقها فإذا رسمنا الشمس منذ شروقها وحتى ما يتغير مسارها بتغير الفصول طبعا سوف أرفق شكل للتوضيح كيف يتغير ارتفاع مسار الشمس بالنسبة للفصول طبعا أعزاء الطلاب أتمنى أن يكون الدرس بسيط ومفهوم سوف أرفقه بصور للتوضيح أتمنى من حضراتكم الاستماع له جيدا وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار أرجوه عدم التردد وطرحي للإجابة عليه أيضا أذكر حضراتكم بوظيفة على الكتاب صفحة 192 السؤال الثالث والسؤال الرابع أتمنى التوفيق للجميع دمتم بخير وبأمان الله اشتركوا في القناة